بحث وزير الدولة محافظ عدن أحمد لملس مع نائب منسق شؤون الإنسانية للأمم المتحدة في بلادنا الدكتورة إيمان الشنقيطي سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين وخلال اللقاء جدد لملس التأكيد على استعداد السلطة المحلية تقديم كافة تسهيلات للمنظمات الإنسانية العاملة في عدن بما يمكنها من إنجاز مهامها على أكمل وجه لافتن إلى أهمية الانتقال من المشاريع الإغاثية الطارئة إلى المشاريع التنموية والمستدامة من جانبها استعرضت الشنقيطي طبيعة العمل والدعم المقدم من وكالات الأمم المتحدة والمرتبط بالتعافي المبكر مؤكدة أن مكتب التنسيق للشؤون الإنسانية سيحرص على تعزيز التواصل والتنسيق مع السلطة المحلية في عدن لضمان تحقيق المشاريع أو أن تحقق المشاريع والدعم المقدم نتائج ملموسة على أرض الواقع